معنا من كييف الكاتب والباحث السياسي سيد بيتر زلمايف أهلا بك سيد زلمايف معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد زلمايف الجانب الأوكراني القيادات الأوكرانية تؤكد بأن الهجوم المضاد بدأ لكن إذا كان بدأ فهو له مؤشرات فقط هو ليس قوي رغم كل الأسلحة الغربية التي تم مد أوكرانيا فيها لماذا تعتقد هذه الوتيرة منخفضت السرعة ولماذا لم يكن هناك أي إنجازات مع بدء هذا الهجوم المضاد ما من سر في أن الروس تمكنوا خلال أكثر من 15 من احتلال الأراضي الجنوبية الأوكرانية من بناء ستة مستويات من الدفاع في بعض المناطق بالتالي ما من أحد قال أن هذا الهجوم المضاد سيكون سريعاً وبسيطاً أو سهلاً بالتالي الأوكرانيون بطبيعة الحال قدراتهم ليست بمثابة القدرات الروسية ولسيما فيما يتعلق بعديد الجيش الروسي وحتى مع العديد والعتاد والمعدات التي حصلت عليها القوات الأوكرانية من الغرب ولكن تملك روسيا الكثير من الفوائد في هذه العملية بالتالي لا يمكن لأوكرانيا أن تبدأ في هذه الأماكن المحصنة جداً بالتالي لن تكون الانتصارات سريعة وواضحة وما من منفجأة وما من سبباً حتى لبدء هذا الهجوم المضاد بأن يبدأ بالاستسلام فأوكرانيا ستستخدم كل الآليات المتاحة أمامها بما في ذلك الحرب السرية وبعض طرق ضحض الهجوم بالإضافة إلى بعض عمليات التضليل وغيرها من هذه التقنيات على خطوط الجبهات وذلك لضرب نقاط الضعف للجيش الروسي ولكن ذلك سيصغرق وقتاً سيد زلمايف إذا كنت تقول بأنها ستكون وطيرة منخفضة جداً لن تحقق مكانيات ربما في البداية إذا ما كان يصح بأن الجانب الأوكراني هو من دمر السد لتخريب تلك المناطق والبدء بهذه المرحلة من العمليات إلى أي متى تعتقد هذا التحرك كان ذكياً في هذا الإطار لأنه عقد المشهد الجنوبي بشكل كبير بحسب الخبراء العسكريين لن يسفيد أي من الطرفين من تدمير سد نوفاك خوفقا ونعرف أن القيادة العسكرية العليا أظهرت أن ذلك لن يقاود لجهود الهجوم المدد وهذه آخر معلومات نأملكها أما فيما يتعلق بتدمير سد نوفاك خوفقا التحقيقات المستمرة وأعتقد أن الأمريكيين أرسلوا الرسالة الواضحة وأنها بحسب التحقيقات وبرأي أن لا أملكوا شك في عدم تمكن الأوكران من تدمير الأوكرانيين لهذا السد وذلك لمحاولة إذاء الأشخاص المواطنين الذين كانوا يعيشون هناك بالتالي بالنسبة لي القضية سهلة جدا الروس هم مسؤولون عن انفجار هذا السد ولا تحقيقات ستكون مستمرة ولكن كانت الرسالة الولايات المتحدة واضحة بشأن البيض ومحما يحصل على الأراضي الأوكرانية فالطرف المذنب هو الروسيا التي بدأت هذه الحرب العدوانية سيد زلمايف كثير من الخبراء يقولون إذا فشل هذا الهجوم المضاد سيكون هناك تعقل لدى الرئيس زلنسكي ولا الرئاسة ولا القيادات الحاكمة هناك في أوكرانيا للرجوع إلى حل سلمي ومفاوضات حقيقية بعيدا عن الغرب إلى أي مدى هذا صحيح؟ حتى الآن القادة الغربيون وقادة ناتو قالوا أنهم سيفعلون ما هو ضروري لدعم أوكرانيا وأن هذا دعم مستمر وما من حدود له ولكن نحن هذه هؤلاء القادة منتخبون ديمقراطيا على عكس بوتين وهم موجودون حاليا ولكن غدا قد يتغير الوضع في بلادهم ونحن لا نعلم ما إذا ستستمر المساعدات الغربية حتى الآن تواصلت ورسالة أو رسالة الاتحاد مهمة جدا ولتسامة لدعم أوكرانيا في تحرير كل أراضيات تحت السيطرة الروسية وأريد أن نشير إلى 80% من الأوكرانيين على الرغم من القصف اليومي لمدننا إلا أن 80% من الأوكرانيين يركزون ويسرون أنهم لن يوافقوا على أي مساومات بشأن الأراضي مع الروس ولكن نحن بانتظار معرفة إلى ما سيفضي إليه الهجوم المضاد ومجددا من المراجحة أن يكون فصلا جديدا ودمويا من هذه الحرب من كييف الكاتب والباحث السياسي سيد بيتر زالمايب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر